بحث مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق أسيا والمحيط الهادي مع الموثل الخاص للسلام في شبه الجزيرة الكورية والشؤون الأمنية في كوريا الجنوبية اليوم بحث عددا من القضايا بما في ذلك ملف كوريا الشمالية بحسب بيان لوزارة الخارجية الكوريا الجنوبية وقال البيان إن الجانبين أكد مجددا التزامهما نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بحسب وكالة أنباء يونهاب الكوريا الجنوبية كما أكد الجانب الأمريكي دعم واشنطن القوي المبادرة الجريئة التي طرحها الرئيس الكوريا الجنوبي لمساعدة اقتصاد كوريا الشمالية مقابل خطوات لنزع السلاح النووي